كشف المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن نسبة الإنجاز في وحدات المرحلة الأولى لحي القليعة بمشروع مدينة شرق الحد الإسكاني بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بالمنية التحتية قد اكتملت بنسبة 100% مشيرا إلى أن عدد الوحدات السكنية المنجزة بهذه المرحلة تبلغ 241 وحدة سكنية وأشار المهندس الحمر إلى أن اكتمال نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى لحي القليعة يأتي تزامنا مع شروع الوزارة مؤخرا في إجراءات السحب الإلكتراني لوحدات المشروع حيث تستعد الوزارة لإتمام الإجراءات اللازمة بتسليم عقود ومفاتيح الوحدات للمستفيدين وفق برنامج زمني ستقوم بالإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة وأوضح وزير الإسكان أن مشروع حي القليعة يتضمن تنفيذ 740 وحدة سكنية تم إنجاز المرحلة الأولى منها والمتضمن 241 وحدة سكنية فيما بلغت نسب الإنجاز للمراحل النهائية فيما تبقى من وحدات هذا الحي والبالغ عددها 499 وحدة سكنية مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية لتنفيذ حي القليعة تبلغ 30 مليون دينار بحريني ممولة من برنامج التنمية الخليجي وقال الوزير إن إنجاز المرحلة الأولى لحي القليعة بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء وتسكين حي بوشاهين وتخصيص القسائم السكنية بحي أم الشير يعكس تسارع وتيرة العمل في مدينة شرق الحد وأن تسكين المرحلة الأولى بحي القليعة سيمثل المرحلة الثانية من مراحل التشغيل التدريجي للمدينة ونوه المهندس الحمر إلى تسارع الجهود لتنفيذ باقي مراحل أحياء مشروع مدينة شرق الحد لإتمام الأمر الملكي السامي لحظرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن بناء 40 ألف وحدة سكنية حيث تعد شرق الحد إحدى المدن التي تمثل ركائز خطة الوزارة لتنفيذ الأمر السامي ترجمة نانسي قنقر